نعم إيران لا تلتزم بأدنى معايير الاتفاقيات الدولية مرورا بالتسويات التي حصلت في المنطقة الجنوبية في صيف 2018 وهذه التسوية التي أفضت على إنهاء منطقة خفض التصايد وهي المنطقة الجنوبية المحاذية للجولان المحتل هذه المنطقة كانت تخضع بشكل كامل لفصائل معارضة السورية وهذه الفصائل أيضا كانت توسم بأنها فصائل غير إرهابية وفقا للتقييمات الدولية والاتفاقيات الدولية التي حصلت والمباحثات الدولية التي أبرمت سابقا في جينيف في أستانا في سوتي وفي عدة مباحثات دولية ومسارات سياسية وعسكرية كان هناك تمثيل لها بشكل كبير لكن عملية توصول إيران إلى هذه المنطقة هي الكارثة الحقيقية عندما كان يحذر هذه الفصائل بشكل عام أنه في حال وجود إيران في هذه المنطقة ستبقى المنطقة تعم بالإرهاصات سواء كان على صعيد الإرهاصات الداخلية أو حتى الإرهاصات الخارجية يعني عمليات التهريب المخدرات بشكل مستمر البارح أو قبل يومين قتل ضابط برتبة نقيب أردني كان على الحدود الأردنية أثناء عملية محاولة تهريب بعض الأشخاص الذين يقومون بعمليات تهريب المخدرات بمعنى آخر أن وصول الميليشيات الولائية إلى هذه المنطقة سيتيح للفوضى بشكل كبير وبشكل عارم وهناك بعض المعلومات تشير إلى أن كل من يعمل بتلك العمليات التهريب أو المخدرات يقوم من خلال تغطاء الفرقة الرابعة التي تنتمي لإيران أيضا وهي لابوس خارجي ليس له أي علاقة بالجسم العسكري السوري وهي ميليشيا خارج عن القانون في التصنيفات الدولية لذلك وبالعودة إلى القرار قضية الاتفاقيات الدولية عندما تم هناك اجتماع ما بعد 2018 ما بعد تلك التسوية الكبيرة التي حصلت ما الذي حصل بالنسبة لتلك التسوية؟ هناك اجتماع لمدراء الأمن القومي لكل من روسيا وكذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وتم بموجبه الاتفاق على إبعاد تلك الميليشيات عن الحدود الفلسطين المحتلة أو منطقة الجولان الشريط الحدودي بما يقارب 50 كم بناء على استراتيجية قد تم دراستها بشكل دقيق وهي قدرة الميليشيات الولائية على استهداف العمق الفلسطيني لكن هذه الصواريخ التي كانت في تلك الفترة تمتلكها اليوم لديها عندها من القدرات تمتلك الكثير من القدرات منها المسيرات وغيرها من الممكن أن تشكل خطر أكبر مع ذلك تم مخاطبة الجانب الروسي كضامن بالنسبة لإخراج تلك الميليشيات لكن ما حصل هو مزيد من التقدم بل على العكس هناك نقاط متقدمة جدا باتجاه الجولان المحتل وتم التعامل معها بشكل مباشر من خلال إما المروحيات أو حتى قذائف المدفعية وهناك بعض المنشورات التي كانت تلقى بشكل شبه يومي تحذر قيادات الفرق الرابع بأنه في حال البقاء هذه العناصر هؤلاء العناصر أو الخبراء الإيرانيين أو حتى خبراء الميليشيات الولائية سيتم قصف هذا الموقع لكن على العكس من ذلك يتم تهزيز تلك المواقع بكثير من العتاد واستخدام المدني كدروع بشرية من أجل عدم استهدافهم قبل جانب الإسرائيل